كفاك يا بني، فكرك وصل للعالم كله، نريدك حياً بيننا بهذه الكلمات ناجى والد الأسير خضر عدنان ولده خوفاً عليه من الموت الشيخ خضر عدنان الذي ما يزال مضرباً عن الطعام لليوم التاسع والخمسين والذي يرقد اليوم في مشفى العدو الصهيوني في غيبوبة تامة رسالة الشيخ خضر عدنان وصلت حرفاً حرفاً إلى كل الجماهير فهبوا من مختلف الجهات والمؤسسات من أجل الاعتصام والتضامن مع أسير الكرامة وغيره من إخوانه الأسر القابعين وراء قطبان الاحتلال الأسير خضر عدنان مش لوحده، كلنا خضر عدنان، كلنا إميات خضر عدنان كل أسير في سجون الاحتلال معرض لهذا اللي تعرض له خضر عدنان نتمنى من الله إن شاء الله لفرج العاجل إلوء ولكل باقي الأسرى هجم الشرسي اللي بيكون بها المحتل ضد أبناء شعبنا خاصة في الأسر وعلى كل فئات الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته فأحنا اليوم من كل العالم كلياته أحنا شعب واحد في كل أطياف متضامن ومتكاتف صفاً واحداً في سبيل الدفاع عن أسران البواسل وقضيتهم العادلة ضمن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تنتهجها إسرائيل ضد الأسرى داخل سجونها تحاول أيضاً استرداد محرري صفقة شاليد قدر استطاعتها إضافة إلى كلمات التهديد والوعيد التي توجهها إلى أهالي الأسرى والمعتقلين الجدد لديهم اليوم هذا فجر اليوم الساعة واحدة صباحاً دكوا على الباب فطلعت فتحت أنا والله هو جيش إسرائيلي قالوا كل اللي في البيت طلعوا برا الكل يطلع برا طلعناهم برا طلعوا برا قالوا بدنا نفتش قلت له فتش فتشوا طبعاً تفتيشهم بشكل همجي يعني كل شيء زي ما تفضلت وشفتوا على الأرض يعني كل شيء طرحوا على الأرض وبعد ما خلصوا تفتيش يمكن تقريباً الساعة أربعة صباحاً من الواحد للأربعة استمروا أخذوني برا قالوا لحج بدك توفر على حالك قلت له شو المطلوب قال إحنا إذا ما أعطتون للي بدنا إياه بدنا نهد البيت دجيب جرفات تهد البيت قلت له هدوا قال أقول لك بدنا نخلع البلاط تبع البيت قلت له اخلعوا أنت عليش بالدور يعني صار لكم يمين رايحين جايين علينا عليش بالدور قال فهمني طيب شو اللي بدك إياه أنت قال بدنا السلاح اللي عندكم قلت له ما عندي سلاح خربوا الدنيا وعاكسوا الدنيا وما وحطوا أولادي هون وحطوا الحج معاهم وحجزوهم بالغرفة ما خلوهم يطلعوا وإحنا حطونا بغرفة الفوق شفتي هالبنات كمان فاتوا عادي ومعاملين حانهم يرشق شوية مليئنا يعني الكلب فايت معاهم فوطوا على كل الغرف وأنا عندما شفت أولاد ابني وبنات صار يصرخوا صرت يعني هبيت بالضابط بقولوا يعني ما بصرش هذا الحك موتوا نخفلها لولا كما شو زتني يعني لا هيك على رجلي ندبيت بالأرض أنا وسعت يعني حنسيت بالنخذ وإشي وهيك وهنا نسعوا الجيش عندي بالبيت يعني وأيمين ومعيني الدنيا ودخلوا حملوني عن مستشفى يعني وأخدوني كرامة أبناء الشعب الفلسطيني أغلى من الطعام وحياة الأسرى العظماء لا تذهب هباء كلمات سيسطرها التاريخ في صفحات النضال والثورة ضد كل محتل غاصب وفأزيدان تلفزيون الفجر الجديد طول كرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر